بسم الله والابن والروح القدس الاله الوحدة مين؟ آخر موضوع عاوز أقول لكم عليه حكاية لكارز مش كلنا بنركز فيه بس أنا بعتبره كارز مثالي في جو الكرازة أحبائي مش كل الناس بولس ولا كل الناس بطرس ولا كل الناس مرقص لكن في ناس كتير قوي في الكرازة لها أدوار كتير قوي في أكيلا وبرسكيلا قابل رائع جدا فتح بيته للكنيسة وكسب نفوس كتير قوي وطلع خدام زي أبولوس في واحدة اسمها فيبي خادمة في بلد شالت الكنيسة كلها سنين وكبرت تلاميذ كتير الكرازة أشكال والوان زي ما الخدمة أشكال والوان مفيش سطنبا واحدة كده قديس في لوبوس المبشر احنا عندنا اتنين في لوبوس مشهورين واحد من الاثناشر تلميذ ده بعد العنصرة سافر بسرعة بلاد فما بقاش بيتذكر في سفر العمل في واحد تاني اسمه في لوبوس كان من السبعين رسول اترسم من السبع شمامس خلي بالكو السبع شمامس أغلبهم كانوا من السبعين رسول فمن هنا كان فيه سطفانوس الساكادمان على طول كان اسمه في لوبوس عشان كده بيتسمى في لوبوس المبشر مش في لوبوس الرسول لأن الرسول نسبة لواحد من الاثناشر وده كان استلم بلاد تاني لكن في لوبوس الشمامس هو أساسا رسول برضو لكن حسب من السبع السبع تعالوا نعيش مع قصته قصته موجودة في أعمال تمانية مينلي ولكن الشخص ده فيه فضائل كتير قوي ومسر رائع واتمنى كلكم تبقوا يعني في لوبوس اترسم عندنا كاهن اسمه في لوبوس البابا قال بدل انت هتخدم الحبشة وفي لوبوس اللي بشر الخصي الحبشي نسميك أبونا في لوبوس فاترسم بالاسم ده واحد من ولاد سانبوليا البداية بتبتدي في أعمال ستة يقول اختاروا سطفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وفي لوبوس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا الاخراني ده جاي من أنطاكيا وده الحقيقة كان زي يهوزة بعد كده هو الوحش اللي فيهم نيقولاوس ده طلع ببدعة بعد كده لكن البقين دول كلهم قدسين بداية كده هو ما كانش نبرة واحد كان فيه سطفانوس في بعض الكاريزين بيتحربوا بالغيرة بالمكانة الأولى بباريق المسئولية وفيه كارز الموضوع ده بعيد عن ذهنه خالص أنا عاوزة تعب لربان ما حسناش أبدا أن فيه لوبوس رغم المواهب اللي هنشوفها بعد كده فيه لوبوس بيعمل معجزات فيه لوبوس جاب بلد كاملة للمسيح كذا بلد كمان فيه لوبوس أساس دخول المسيحية أسيوبش فدراج العملاق يعني إنما وازد ده ساكن مان ما عندهش مشكلة خالص وعلى فكرة الخادم اللي ينجح كساكن مان فترة بيترقى ويبقى فاست مان اللي أمين في القليل نقيمه على الكثير اللي يعمل كل المسؤوليات عليه كرجل نمرة اتنين بيتلقى أوامر أو تعليمات أو مش باين في الصورة ويبقى أمين قوي فيها غالبا ربنا بيكبره وياخد مسؤولية أكبر ده نظام الخدمة عادة عند ربنا كان بيبص الستفانوس بإعجاب على فكرة استفانوس شاب صغير ما نعرفش مين فيهم أكبر من التاني بس احتمال يكون فيه لوبوس أكبر منه سنن لكن كان بيبص الستفانوس بإعجاب شديد عشان كده خد كتير من صفات استفانوس لو انتوا مذاكرين سفر الأعمال لما استفانوس استشد طبعا دي كانت خبطة فظيعة للكنيسة استفانوس ده كان شخصية مرموقة بيوعظ حلو جدا بيعمل معجزات مليان حكمة مليان من الروح القدس فلما ترجم ومات ما حصلش معجزة كان ممكن ربنا يعمل معجزة ينقصه ما حصلش فيه ناس كتير هتهزت لأنه ده عمود في الكنيسة استفانوس وعشان كده يقول ايه تشتت الجميع في كور اليهودي خلاص حسوا بقى ان ايه اليهود بقى ده فتحوا بقى هيموتوهم بقى هيدخلوا بقى يجزروا واحد وراء الثاني فكان فيه قلق شديد قوي لأنه استفانوس مادي كانت خبر مزأج يعني وبعد ما عملوا منحة كبيرة شاول بقى طاح بقى في الدنيا لأنه كان لسه ما تابش شاول فانحضر في لوبوس في لوبوس ده نمرة اثنين بقى الي هو منتكلم عنه الى مدينة من السامرة وكان يكرز في لوبوس مش استفانوس كان بيكرز وبيترجم ما تلم الدور انت مش خايف انت عليك الدور كده لا لا بالعكس هو شاف صديقه واستاذه استفانوس بيترجم وقرر يكمل الرسالة اذا هنا في لوبوس كان قلبه سخت كان بيحب ربنا في جد فيش حاجة وقفته رغم انه مشهد الرجم اكيد كان مرعب ما كانش سهل بس كان وش استفانوس منور وكان شايف المسيح كان بيصلي لللي بيرجمه فهو بصصله باعجاب ومستني يوصل يبقى زيه كمان هنا اللي اضطهاد يا حبائي على الكنيسة الغريب انه بيعمل كراز فكل ازمنة اضطهاد الكنيسة الكرازة زادت حاجة غريبة جدا في الازمنة الرومانية في اول ثلاث قرون الرومان افتروا عالكنيسة بالذات كنيستنا اللي بطي ملايين شهده والكنيسة تجبر ما تصغرش سبع سنين بتوع عذاب ماري جرجس آلاف تابوا ستة ديميانا يقال ألف واحد على الأقل يوم استشهده شايفينها بتتعذب وبتموت ألف واحد على طرف المسيح ايه اللي بيحصل لأ الاضطهاد ما يخوفناش ما يعطلش الكرازة لانه على قد ما يكون فيه جو والاضطهاد على قد ما تلاقوا الكنيسة بتفرش بسرعة لكن بيحصل تعديل للمزار مع الأبواب اللي بتقفل دي اليهودية لغمت بقى بواخت لأنها ايه الناس بقت خلاص فتحوا قديهم بقى على الغلابة المسيحيين دولهم حتى يعرف يوقف فحصل تشتيت لكن اللي تشتت وطلعوا يكرزوا في لوبص راح السامر أحياناً تكون خدمتك في مكان حلوة ونكحة وانت مبسوط فيه لأنه كان متعود يخدم يهود زي اسطفانوس اتنقل لمكان جديد فجئنا لما اتنقل لمكان جديد أي نقلة زي كده ما بتبقاش نفسياً مريح اللي متعود على مدارس الأحد لما بيتنقل خدمة الكرازة بيهنك شوي هو مفيش فصل مش هقول درس لأ مفيش درس مفيش فصل مفيش لستة لأ مفيش اجتماع أسرة لأ طب وبعدين يعني بيبقى الآن حسس كده بيعملوها زي دي معلش حبيب اللي اشتغل بيك ما انت باوزت ما درس الأحد بإذن الله تدخل تباوز في الكرازة يعني لكن هنا تعديل الخدمة رغم انه بيبقى حاجة مش سهلة والسامرة كانت بالنسبة لليهود محتقرين يعني ما كانوش يعملون باحترام لأنه دول مش يعتبروهم يهود يعني لكن دخل السامرة وانطلق بقى بانت المواهب ابتدى يعمل معجزات ما سمعناش انه كان بيعمل قبل كده في اليهودي أحيانا ربنا يكون بينقل خدمتك ويطلع منك مواهب عمرك ما كنت تشوفها في نفسك مع نوع الخدمة الجديدة هو ربنا هيتأخر هيغلب فيبقى انت قال لقن قوي انا مش هنفع خالص فدي يا حبيب انت مش نفع كده كده انت بس تنقل ولو الخدمة دي محتاجة حاجات هيدها لك فبما انه السامرة محتاجة معجزات نديك معجزات لان في واحد ساحر هناك لاخبطه فلازم واحد يقف ففي لوبوس انطلق وبقى يعمل معجزات وهي دي ما كانتش في طبيعته او ما سمعناش عنه وكانت البلد كلها فرحانة بي تلاحظوا كمان ان هو شغلته الاساسية يتكلم كتاب يقول بيكرز بيعز لكن جانبيا بيحصل معجزات يبقى احنا مش راحين نعمل معجزات مش ضروري للكارز انه يعمل معجزة لكن ضروري للكارز يحب ويتكلم ضروري يحنى المعمدان اعظم كارز اعظم من دول كمان اعظم من بولس على فكرة لانه بشهدت المسيح اعظم مواليد النساء وغير التاريخ يحنى المعمدان ما عملش ولا معجزة لكن ده كارز هتدرسوه غالبا هتعرفو قد ايه الراجل ده عملاق في الكرازة انه تبتدى في وقت كل اليهود بيعاد عن ربان المنافسة حصل ان سيمون زي اي مجال كرازة بيطلع لك ناس تخبط هو بيعمل معجزات والتاني بتعامل مع الشطان وبيعمل سحر فدي مش سهل والناس متعودة تمشي وراء سيمون وتنبهر به يقول لك زمانا طويلا عشان تغير حاجات روتت كده في دماغ الناس it wasn't easy مش سهل ابدا انك تغير culture متعود يقله بني آدم او متعود على سحر او شعوزة او او لكن في لوبوس مفيش حاجة وقفته ببساطة مكمل خدمته لدرجة سيمون نفسه ايه اضطر يمشي وراء لما صدقه في لوبوس وهو يبشر بالامور المختصة بملكوت الله هنا بيفكرني برب المجد يسوع انه كان كل كلامه ايه الملكوت السماء الكارث كل كلامه يا جماعة فكره في اللي جاي الحياة بعد الموت في حياة بدية في ملك تاني غير الملك ده this is kingdom لكن there is another kingdom وكل الكلام عن ملكوت حقيقي لسه جاي وبيكرز بالملكوت وباسم يسوع ومركز قوي بيقدم المسيح وبيقدم السماء وده الموضوعين الاساسيين في الكراسة الناس بتادي تتعمد هو كرسول من السبعين ما اسموح له يعمد بس في الوقت ده ما كانش يتحط اليد اللي هي الميرون الا من الاثناشر عشان هتفهموا الجزء اللي جاي سكانوا بيعمدوا بحكم انهم السبعين رسول لكن اللي يجي يختم على المعمودية بين روح القدس كان لازم واحد من الاثناشر تلميذ حتى سيمون امن وبعدين يبقى الاول المنافسة دي حسب ما تدخلش بلا تنافس طوايف الموضوع مش كده ولا تنافس ناس ممثلين فنانين لا لا سيبك من القصة دي اعمل شغلك اعمل شغلك ركز في شغل ربنا علم كلام ربنا حب الناس اللي قدامك ما تبصش مين غيرك بيعمل ايه سيب ربنا يشتغل بيك وحدة وحدك الناس اللي واكلة الجاوة دي هتوقع الوحدة زي الاصنان دي طبيعة الكرازة ان فيه ناس بتبقى منوارة اوي ملونة اوي لكن كل ده بيفيد اوت مع الكرازة السليم دخلنا بقى في مرحلة اجتماع لما سمع الرسل الرسل دول بقى اللي اتناشر الذين في قل شليم ان السامرة قد قبلت كلمة الله ارسلوا اليهم بطرس ويحن اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس واضح انه كان فيه سيستم بتعدل بعدها انه بعد كده بقى كل اللي يعمد ممكن يدي الروح القدس لكن في المرحلة الاولى كان لازم التلاميذ يتأكدوا ان الناس دي ايمانها مستقيم وتعمدوا صح عشان كده هيقولوله لا سيمون ما ياخدش الروح القدس لان هيقولوله لا سيمون ما كانش مفروض يتعبط بطرس هيفرز الحتة دي لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع حين اذن وضع اليد عليهم فقبلوا الروح القدس ولما رأى سيمون طلعت بقى الحتة اللي ما كانش فيه لب السيف سيمون طلع ان هو بيرسم على كبير هو تعمد هو داخل غرض هو عاوز يسيطر هو عاوز يبقى رأسه برأس اكبر واحد في الكنيسة من هنا طلعت حاجة اسمها بدعة السيمونية السيمونية هي محاولة اشتراء الكهنود وعدت على الكنيسة ايام صعبة في التاريخ كان ممكن يدفع فلوس لواحد عشان قال يعني اخذ اسقفية طبعا دي ايام كانت وحشة ودي خطاية ضخمة جدا لان الكهنود ده مش مظبوط اللي جاي بالفلوس ده واضح ان في لوبوس رغم ما وهبك ممكن يقول معلش سوري يعني ايه بطرس وحنة هيعملوا ايه زيادة ما فيش بقى الكلام كان فرحان جدا ان بطرس وحنة جاينله وهيتممه على شغله وهيبار كل بيعمله ورغم انه هو معتبر حسب تعليم التقليد انه من السبعين رسول ما عندوش خالص مقارنة مع بطرس يوحن هو في الهيراركي يعني هو في المزبوط عارف مكانته بالضبط وعارف ان فيه فوق منه مسؤولين وفرحان جدا ان هم يجوا يقولوله حلوة دي قوي بس دي ناص وهم قالوله كده قالوله خدمتك جميلة قوي بس السيمون ما كانش صح وبطرس قالوله سيب لنا الطلعة دي وده خلف سيمون دخلة شمال يعني فيه لو بش شايف ان فيه ناس اعلى حكمة واكثر خبرة اتضايق ما تضايق اسم ليه ما انا بتعلم انت راجل بتعمل معجزية توفرد انت راجل موهوب انت جبت بلد للمسيح ستيل انا تلميز انا وانا مش زيهم خالص زي ما عمل مع اسطفانوس عمل مع بطرس يوحنى هو محتفظ بالمكان الاخير داخلي الناس بتصله انت مؤسس السامرة لكن هو بصص لنفسه انا اخر الكل ودي اللي مخليه النعمة شغالة معاه براحته عمال يقش الافات لانه متوضع بجد لانه معترتش وقال لا سوريا انتو بتعدله علي انا راجل منقض بالروح مفيش كلام زي كده فهنا بطرس دخل شمال في سيمون وهنا عاوز اقول حاجة جماع رغم المواهب والخبرات ده ما بيلغيش الاخطاء يعني هو ليه في لبس ما شافش سيمون وغرضه في بعض الخدام انقياء بجد واطقياء فعلا لكن احيانا تفوت عليهم حد يعني ايه هو في حد ما بيغلط لا في لبس عظيم وبيعمل معجزات وبيغلط بطرس عظيم وبيعمل معجزات وعلى فكرة غلط في انتاكيا لو تذكرك القصة بتاعت انه ايه في غلط يا اتنين لما بولس عدب وقال له انت قمت من على الترابيز ايه وشككت الناس وحاجات لما رأى سيمون انه بوضع يد الرسل يعطى الروح القدس قدم له مدراهم قائلا اعطيني انا ايضا هذا السلطان حتى ايه من وضعت عليه يدي اقبل الروح فقال لو بطرس لتكن فضتك معك للهلاك والصباح داخل داخل جديد اعوه ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الامر قلبك ليس مستقيما امامك امام الله فتوب من شرك واطلب الى الله عسى ان يخفر لك فكر قلبك لاني اراك في مرارة المر ورباط الظلم سيمون بقى اجاب بنعومة بس مش بتوبة طب صلوا لي انتم بقى عشان ما يجيش الله لكن هو ما تابش معروف في التاريخ ما تابش وفض المتعب وكنيسة حرامته المهم انه بطرس وحنى يكملوا رسالتهم وابتدوا يلفوا طب هل في لبس الداي ان هما يروحوا قرى للسامرية وقال لك دي حتتي معلش دي البلد بتاعتين انتم جايين تعملوا ايه انا مش مؤثر كانت عنده ادنى مسكلة ان هما بشرة دبطوا سبحان في قرى للسامرة مش دي حتت في لبس ابي استغرب قوي ان خادم خادمة كذا مليون انت اللي بتخدمهم عشر عشرين نفر احنا الحصات كتير قوي فبالاسف في بعض الخدام بيفكروا بطريقة الاقطاعيات في لبس كان فرحان قوي حد يجي ساعد وحد حلو زي بطرس وحن ومكملين في القرى اختتقدوا بالكم هو ركز في السامرة وكسب ناس كتير هما قالوا له نطلع للقرية يبقى هنا التواضع يخليك فرحان باي حد الخادم الحلو في اي بلد بيقول الحقوني بخدام الحقوني بكهنة ياريت كلكم تيجوا البلد تخدموا معايا مش بيقول لا دي بلدي وانا اختار مين يجي يخدم معايا اللي يقول كده ده مش ينفع كارث ده عمر قصير في الخدم واحنا جربنا الكلام ده على فكرة هو اللي بيفرز نفسه بعد شه ما بيقدرش يكمل المشوار لكن اللي بيحب اللي يشتغلوا معا بيكمل سمعنا ملاك الرب قصة في لبس ما خلصش ده طلع عند الراجل ده معا اتضاعه الشديد وتقوى ما عاش في السامرة بس الخادم الامين في القليل يقيم على كثير السامرة دي بلد ضخم على فكرة لا تقل عن اليهودية كسافة فايمكن كذا رسول كذا واحد من الاثناشر مركزين في اليهودية في لبس كان مركز في السامرة فكسب الافات كلم ملاك الرب في لبس قائلا روح اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من ارشاليم الى غازيا التي هي برية وقابل بقى الرجل الحبش ودخلنا في قصة غريبة وجديدة هنا تلاحظوا ان في لبس بسبب نقاوة قلبه واتضاعه وخضوعه للكنيسة رغم خطأ في تمييز سيمون هعتبر دي خطأ انما ملاك من ربنا بيقول له سيب اللي في ايدك دلوقتي وتعال عندنا مشوار مستعكل ايه ده ممكن توصل لكده ان ربنا يفتح لك باب مش في دماغك خالص ويفتحه لك بطريقة غريبة هنروح الحبش يعني لا لا هتكلم واحد هو هيكمل في الحبش فانت هتلحقه في السكة بس قتالي في وزير من الحبش رجل يهودي متدين قوي كان بيحج القرشاليم ومروح بلده من قرشاليم لأثيوبيا وهو هيقابله في السكة وقال له بس احنا عوزين اكتشتغل على ده طب في لوبوس معاه خدمة بألفات معاه شغل كتير قوي وراء بقى تعدخيل واحد معاك نيسة فيها كذا ألف أكيد مش لاحق يرفع راس تسيب اللي في ايدك وتركز في ده حطر ليه أصل ده يساوي بلد روح القدس فاهم شغله أحيانا الواحد يستغرب هو الكارز يركز على العدد ولا على الكوالي اللي يسوق ده الروح القدس ده مطلوب وده مطلوب في وقت للألافات وفي وقت للأفراد كرازة كده في وقت بطرس يكلم كذا ألف أعمال اتنين وفي وقت بطرس يضرب مشوار فظيع اللي بيت نفر اسمه كرنيليوس أعمال عشر هو نفس البطرس للروح القدس اللي يسوق كرازة محتاجة ده محتاجة مفيش حاجة اسمه نتعود تتكلم مع عادات كبيرة طب والنفر ايه مش ده يفتح بلد انت ممكن تشتغل على شخص واحد الشخص ده يكون صروة زي الخصي الحبش كان ربنا عارف ان هذا الشخص مختار هيفتح أسيوبي وده اللي حصل فعل انت عارفين بقى اللقاء الجميل اللي بينهم كان بيقرأ عشعية وفي السكة قال له طب هو انا ممكن اتعمد لانه امن فقال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز ونزله على الميا وعمده والغريب يقول ايه اخر النص عمل تمانية نزل كلاهما الى الماء في لبس والخصي فعمده وبعدين في لبس طار بعدها يعني ايه تخطف خلصت المأموري خلاص بس كده اه خلاص انه هيكمل في البلد اذا في حياتنا احيانا تبقى في مأموريات كده في مأموريات بتبقى بتيجي من فوق وهتدقوا كلام ده لو دخلتوا خدمة الكراس يبقى البلان وان تو سري فور طايم بلان كده اشتبع الكلام ده في اليوم ده في سكة تاني خاص اوكي دازم تبقى مرن ما تتربس بقى ما تقولش انا مش فاضي ما ينفعش شوفوا حد غيري حاضر وهتشوف انه ربنا بيحط في رصيدة جنب السامرة اسيوبيا تخيلوا بقى رصيد في لوبوس في السماء ده بلاد ما كان كان هيضيع الرصيد ده لو كان تربس في الموضوع وقال انا لقى بتاع السامرة انا ما يجدعوا بالحاجات التانية كمان واضح انه عنده وعي بالكتاب المقدس في لوبوس مذاكر كويس فلاقى الروح وقدس مركبها صح هو بيعرف اشعية 53 بتاعت صليب المسيح قال له بس خلاص اقولك انا دي اذا ما ينفعش الكارز ما يكونش مذاكر لانه بالذات هتتكلم مع واحد عنده اي خلفية لازم تبقى انت بتفصله صح وبتقنعه صح كمان هو عارف انه ما يكملش الكارزة الا بالوصول للأسرار فهنا عمده لما صعد من الماء خطف روح الرب فيه لوبوس مرة اللي فاتت فيه ماء بصوا تعدينا بتلات مراحل جالوا بطرس يحنى ادولوا البركة وشجعوه بعدين وصلنا المستوى بيتعامل مع ملاك يقولوا الخطوة الجاية ايه ووصلنا المستوى اعلى الروح القدس بيختفوا زي السواح من مطأ المنطان كل ده ليه عشان وقته مقصر طب ده هو فعور في الكنيسة شماز شماز بيفتح بلاد اما ليه فعور في الكنيسة مش من الـ 12 طب وفرت ده صاروة سخص بيحب ربنا المتواضع ومذاكر الانجيل وبيقول حاضر ده قوة ضاربة لمملكة السر فدخلنا في مرحلة ان روح ربنا بيقول ايه تعال عندنا مشوار تاني في اجدود اجدود دي في فلسطين وفي السكة نعدي على كم بلد نقرش كده ده هو بقى اطرع الشاش ده بقى ولا بولس ففي لوبوس ده سخصية عجيبة انه انت بتاع ساميرا ولا اسيوبيا ولا مدن قيصرية ولا كل ده تحط في رصيده في الآخر كأنه من مجد الى مجد في خبرات روحية عمالت على جوه في لوبوس العلاقة مع ربنا وقيادة روح الله عليه عمالة تزيد من اول ما ابتدى من السطفانوس لغاية ما هيقابل بولس بعد كده لان في لقاء بين وبين بولس بعد كده هجيب الحتة دي ونختم لما اكملنا الصفر في البحر ده هنا لوق اللي بيحكي بصوا لما تلاقوا في سفر الاعمال اكملنا اول ما تلاقى النون الف يبقى مين اللي بيكلم دلوقتي لوق الكاتب دخل في الفريق لغاية عمال 16 هتلاقوا الكلام بالغائب راحوا ورجعوا تمسكوا ضربوا وسافروا من اول 16 يبتد يقول روحنا جينا ركبنا يبقى هو من غير ما يكلم عن نفسه ودخل في القسم فلوق بقى ملازم لبول فمن بعد عمال 16 هتلاقوا دايما اللغة بالنحن اقبالنا الى بطول مايوس سلمنا على الاخوة رحنا مكان وبعدين جينا القيصرية دخلنا بيت في لبوس المبشر احنا في صح كم كده احنا في اعمال 21 احنا كنا في 8 فبعد سنين في لبوس المبشر استقر في قيصرية وده منطقة ضخمة جدا وكل المدن دي كان بيخدم فيها طب ايه اللي حصل هنا دخلوا بيته كان عنده اربع بنات عزارة كنا يتنبأن هل دول بنات بالجسد احتمال كبير والبعض قال لا كان عامل زي بيت عزارة يعني مع مكرسات ويتنبأن في لغة الكتاب مش معنا بيقولوا حاجات تحصل يعني عايشين حياة تكريس صلاة وخدمة زي التصونات زي زي اي اثقف عنده تصونات بيخدمه في الابرشية مع حاجة بالمعنى ده والبعض قال لا احتمال يكونوا بنات وبالجسد مفيش مسكن وفي بيت في لوبوس بقى يد انه من السبعين رسول لم تقدسين كأنها في السماء جوة الاعمال كل واحد منهم بكذا بالد تخيلين الجمال وكلهم بيحبوا بعض بيحترموا بعض بيقدروا بعض بولس لا كان من الاثناشر ولا كان من السبعين ولا حصل شماس بس ده بولس في لوبوس ما كان من الاثناشر لكن كان من السبعين ومش معروف بس كان شماس بس عامل شغل كبير او اذا الكرازة مش وقفة على القاب على كاهن لا الكرازة دي قلب متواضع حب ربنا قوي ربنا بيشتغل بيه وبيجري بيه وبيكسب بيه ناس كتير او في لوبوس رغم كل ما وهبه كان بيت مضياف يحب يكرم القدسين ويستضفهم ويخدم الكل اذا هذا الرجل اللي تلاقوا قصته مين اللي في اعمال تمانية وجزء منها في اعمال واحد وعشرين معروف انه استشهد في اخر حياته بعد رحلة طويلة من الكرازة كسب بلاد كاملة لكن مغمور في عرف الكارزين يمكن اول مرة نركز مع واحد اسمه في لوبوس بس هذا الشخص في السماء منور زيه زي سطفانوس فرق بينهم سنوات طويلة رفيق كفاحه رح بدري قوي هو رح متأخر لكن الاتنين كذبوا كتير لهنا كل ماكدو كرام